يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يكون مصنفون حفظهم الله الباب السابع في اللعان وفيه عدة مسائل المسألة الأولى تعريف اللعان ودليل مشروعيته وحكمته أولا تعريف اللعان اللعان لغة مصدر لاعنى مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد وشرعا شهادات مؤكدات بالأيمان مكرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة قائمة مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوجة وسمي اللعان بذلك لقول الرجل في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ولأن أحدهما كاذب لا محالة فيكون ملعون ثانيا دليل مشروعية اللعان يستدل على تشرير اللعان بقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين وبحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا الحكمة من مشروعية اللعان الحكمة من مشروعية اللعان للزوج أن لا يلحقه العار بزناها ويفسد فراشه ولأن لا يلحقه ولد غيره وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب وهي لا تكر بجريمتها وقوله غير مكبول عليها فلم يبقى سوى حريفهما بأغلد الأيمان فكان في تشريع اللعاني حل لمشكلته وإزالة للحرج وضرء لحد القذف عنه ولما لم يكن له شاهد إلا نفسه ممكنت المرأة أن تعارض أيمانه بأيمان مقررة مثلا تضرأ بها الحد عنها وإلا ودب عليها الحد وإن نكلت زوج عن الأيمان وجب عليه حد القذف وإن نكلت هي بعد حالفه صارت أيمانه مع نقولها بيّنة قوية لا معارض لها ويقوم عليها الحد حينئذ المسألة الثانية شروطه وكيفيته أولا شروط صحة اللعان واحد أن يكون بين زوجين مكلفين بالغين عاقلين لقوله تعالى والذين يرمون أزوادهم ثانيا أن يقذف الرجل مرأته بالزناء كقوله يا زانية أو رأيتك تزنين أو زنيتي ثالثا أن تكذب المرأة الرجل في قذفه هذا ويستمر تكذبها له إلى انقضاء اللعان رابعا أن يتم اللعان بحكم حاك ثانيا كيفية اللعان وصفته صفة اللعان أن يتم اللعان بحكم حاك ثانيا كيفية اللعان وصفته صفة اللعان أن يقول الزوج عند الحاكم أمام جميع من الناس أشهد الله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزناء يقول ذلك أربع مرات ويشير إليها إن كانت حاضرة ويسميها إن كانت غائبها بما تتميز به ثم يزيد في الشهادة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم ويحذره من الكذب وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين ثم تقول المرأة أربع مرات أشهد الله لقد كذب فيما رمان به من الزناء ثم تزيد في الشهادة الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين لقوله تعالى والذين يرون أزوالهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إن أول من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويضرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إن أول من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين المسألة الثالثة الأحكام المترتبات على اللعان إذا تم اللعان فإنه يترتب عليه ما يأتي واحد ثقوط حد القذف عن الزوج اثنين ثقوط الفرق بين الزوجين وتحريمها عليه تحريما مؤبدا ولو لم يفرق الحاكم بينهما ثلاثة ينتفي عنه نسب ولدها ويلحق بالزوجة وتطلر نفي الولد ذكره صراحة في اللعان كقوله أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا وما هذا بولدي لحديث ابن ومر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل ومرأته ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة أربعه وروب حد الزنا على المرأة إلا أن تلاعن هي أيضا فإن نقولها عن الأيمان مع أيمانه بيّنة قوية تغربه القامة الحد عليها بسم الله الحمد لله وبالعالمين أشهد أن لا إله إلى الله وليصالحين أشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلواته وعلى من تبيه هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فاللعان مصدر لاعن يلاعن لعانا والمقصود من اللعان هو يدعو هو الدعاء على النفس باللعان هو الدعاء على النفس باللعان واللعان من المصادر المزدوجة ومعنى كونه من المصادر المزدوجة يعني تتطلبه تتطلبه شخصي وهذا المصدر على وزن فعال فالغالب في وزن فعال أنه من المصادر المزدوجة يعني تتطلب تطلب طرفين مثل القتال ومثل النزال ومثل الجهاد ومثل اللعان طيب كيف يكون من المصادر المزدوجة واللعان فقط لم يقع إلا من يعني من من أحد الطرفين وهو الزوج فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه أن كان من الكاذبين ولم يقع اللعن ولم يقع اللعن من طرف الزوجة ويظهر عنها العذاب أن تشهدها شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه أن كان من الصادقين فالعلماء يقولون هنا هنا اطلق اللعن وحتى وانو كان الدعاء باللعن من طرف الزوج وليس من طرف المرأة لان هذا من باب التغليب. والتغليب مستعمل في لغة العرب. كالعماي مخصوط بذلك او بك وعمر. وكالقماي الشمس والقمر. وكالابوي والمخصوط بذلك الاب والمخصوط بذلك الاب هو الام. اذا اللعنه من المصادر المزدوجها. هو مأخوذ من اه من لعنة يعني دعا باللعن. واللعن رغة معناه الطرد والابعاد. من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك اللعن لعن المسلم كبيرة من الكباءة. لانه معناه الطرد والابعاد يعني هي من رحمة الله. ولذلك ثبت في بعض روايات الصحيح. الحديث ثابت ابن الضحاك يا وضي الله وعنوه. لعن المؤمنة كقتلة. الناس بتستسهلوا هزا هزا الامر. لكن لعن المؤمن مصيبة يعني عقوبة اللعن عند الله سبحانه وتعالى بتصل الى يعني فداحة اللعن كفدحد قتل عند الله سبحانه وتعالى. لعن المؤمنين كقتله. نعم. او قال له او 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 قال له كذلك يا عدو الله. او يا كافر. ولذلك اذا قال الرجل يقيه كافر. فان كان كما قال. وإلا حاوى عليه. يعني رجع عليه الكفر. نعم في بعض الناس هكذا. نعم تطلق لفظ الكفر على على مسلمين. في ارجع الكفر على قائل. يبقى هو 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 كفر نفسا. لان نفظ الكفر نفظ لفظ شرعي. لا يطلق الا عند الا الا بوجود الشروط وانتفاء. وانتفاء الموانا ليس ليست لفظة انها كذا. وكذلك اللعن. وكذلك اللعن. والمقصود باللعن في في المعنى الاستراحي هو هو كما عرفه لك شهادات مؤكدات بالايمان. شهادات شهادات جمع شهادة. لان الله جل وعلا سمه ايه? سمه شهادة. فشهادة احدهم. لانه يشهد على على مراته. يبقى هي شهادات. نعم حتى يعني نعلم اه معنى الالفاظ الشرعية وهي شهادة. ويشهد عليها بالزنا. شهادات مؤكدات بالايمان. مقوونة باللعن. من جهة الزوجة. وبالغضب من جهة الزوجة. طيب. ولماذا كانت اربع شهادات? لان تقوم مقام الشهود الاربع. لان الله جل وعلا قال. والذين يومون المحصنات. ثم لم يأتوا باربعة شهاداء. فجدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابناء. واؤلائك هم الفاسقون. فلذلك كان اللعنه اربعا لانه يقوم مقام الشهود. فلذلك يقول قائمة مقام حد القصر في حد الزوج. لان الزوج اذا اذا قال لمرأته اذا ادعى الزنا على على مرأته. نعم. فحين اذن ليس له احد امرين. اما ان يأتي باربع شهداء. او ان اذا لم يكن عنده اربع شهود فالله جعله على جعل له جعل له اه يعني اه حكما خاص جعله حكما خاصا في الزوجين. وانه يلاعن ومعطه اربع مرات. اذا لم يلاعن بعد بعد ان وستماها بالزنة. في حين اذا حيستيقوم على لعنده شهود. وابا ان يلعن يبقى يقوم عليه حد حد القصر. مباشرة. اذا هذه الشهادات من قبل الزوجة تقوم مقام تدرأ عن ايه? يعني تمنع مقامة حد القصر على الزوجة انها قامت مقام الشهود. وكذلك ومقام حد الزنة في حق الزوجة. فالزوجة اذا اقرط اقيم عليها الزنة. اقيم يعني لو اتهمها بالزنة يا فاقرط. فالاخرار سيد الأدلة كما يعني كما يعني كما يقولون. يبقى اذا لا نحتاج شهود. طب لم تقر. يبقى وهو لعنها اقسم بالله اربع شهادات والخامسة ان ان نعنة الله عليه. حين اذن ان نكلت هي عن الايمان. عن الايمان ما حلفتش. لم تحلف. يبقى حيقام على حد زنب باشرة. لان نقولها على الايمان. مع الايمان التي حلفها الزوج قرينة كبيرة على انها ارتكبت هذه الجريمة. اذا هي اذا اللعان في حق الزوج يقوم مقام حد قصف في حقه. اذا لم يكن عنده شهود. وكذلك اللعان في حق المرأة يضرأ عنها كما قال جلاله. ويضرأ عنها العزب. العزب معنى الحد. وسمي اللعان بذلك. وسمي يسبب تسميته هذا الحكم باللعان. لان الرجل يقول في الخامسة. والخامسة ان لعنة الله عليه. يعني يقول اشهد بالله اني لصادق فيما وميته به من من الزنا. وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. اذا سمي اللعان لان الرجل يقول في ذلك فيها. وطبعا ولان احدهما اذا حلف الطرفان. حلف الزوج. لا عان الزوج ولا عانت المرأة. كلا هما حلف. يبقى احدهما كذب لا معه. فسمي اللعانه كذلك لان احدهما حيلعن بالسبب هذا الكذب. نعم. السبب اللعان ما هو السبب اللي شرعت الشريعة اللعانها من اجله. انه يعني في في خصوص الزوج والزوج هو اللي عنده فقط يكون بين بين الزوجين. ليكونوا بين اجنبي واجنبيين. وانما يقول ان الاجنبي والاجنبي ليس له الا الا البعض شهداء. لان اللي ان الله جل يقول فاذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يعني لو ان رجلا قال عن ما والله اني وقيتها تزني. وقيتها تزني. طيب. عندك شو عندك بينة? البيانة جاب واحد ليس اتبينة. اثنين. اجاب اثنين. ليس اتبينة. ثلاثة. لو جاب ثلاثة. وهو والثلاثة رأوا بعينهم. فحيقام على الجميع حد حد القصف. لان في حكم. لان الله جل. ولذلك لو تأملت لفظ الآية. فأولئك عند الله. اي في حكم الله عز وجل قد يكونوا صديقين في الحقيقة. لكن الله سبحانه وتعالى الحكيم. لكن الله جل وعلا الحكيم الخبير. ضرءا. لان هذه مسألة عظيمة. قد يترتب عليها تشويه سمعة اسرة بالكامل او عائلة بالكامل. وهذا امر جلل. هذا امر جلل. حادثة الافكة لما حدثت للنبي صلى الله عليه. الحادثة هذه رجت المدينة رجا. يعني الكلام هنا في في بيت النبوة صلى الله عليه وسلم. والابن والمنافقون هم الذين تولوا كبر هذه الفرية. لذلك استلزم الامر ان ينزل قرآن من السماء. ليبطل هذه الفرية. لان هذا مش الادع على النبي السلام. هذا كلام في عبد النبي السلام. والكلام في عبد النبي السلام. طعن في نبواتي. وطعن في رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك انزل الله جل وعلا قرآنا طعن في نبواتي. لان اذا كان النبي لا يوديم بيتك. كيف يستطيع ادارة الامة? وكيف يختار الله سبحانه وكيف يقدر الله النبي. ولذلك يعني قال الله جل وعلا. لولا اذ سمعتموا قلتم ما يكون لنا ان نتكلم هذا سبحانك هذا بهتان عظيم. لا يمكن. ينزه الله نفسه ان يقدر هذا لنبي لنبي من انبيائه. سبحانك هذا بهتان عظيم. لا يمكن ابدا. لان الله نفراش الانبياء مصان. صانه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن عباسن رضي الله عنه قال ما بقت مرأته. نبي قط. ابدا. طيب والخيانة التي ذكر الله جل وعلا في اواخر سورة التحيين. ضرب الله مثلا للذين كفروا مرأة نوح ومرأة الوط. الخيانة هنا في الدين ليست في الفراش. الخيانة هنا لان مرأة نوح خانت زوجها في الدين فعانت قومها الكفرة على زوجها. وخانت مرأة الوط خانته في الدين ابلغت الاضياف عن ابلغت قومها عن اضياف نبيه الوط صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اذا 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 اخيانة هنا بالنسبة الذي ذكر الله جل وعلا فخانتهما خيانة في الدين. وإلا كما قال ابن عباسن رضي الله عنهما ما بغته مرأة نبي قد ابدا لا يمكن. نعم. واما ما قاله بعض التابعين انه في قوله تعالى ان يذكر ان ابن نوح يعني هذا يقول بعض التابعين ليس ابنه. نعم. فهذا فهذا كلام باطل. كلام باطل لماذا? ها. اذا كان الله جل وعلا اقض انه ابن نوح. نعم. وهي تجربين في موج كالجبل ونادى نوح. كيف 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 لا يكون هذا. ها. ونادى نوح ربه فقال ربه نبني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك ليس من اهلك المؤمنين. ليس من اهلك المؤمنين الذين وعدتك بان انجيهم. لكن هو ابنه وعلى فراشه. نعم هو من صلبه. نعم اذا قولي بعض التابعين بانه ليس من ابنه ليس يعني من اهلك انه ليس ابنك. هذا خطأ كبير. خطأ كبير خطأ جلل. نعم ولذلك ابن عباس رضيانا يقول ما بغطوا مغلطوا نبيين قطع. اذا على كل حال فاللعان هنا اذا كان هذا في حق في حق الاجانب في حق الناس غير الزوجة والزوجة ليس الا ولا غير نعمون المحصنة دي. ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجللوهم لابد من اربعة شهداء. لو رأيها بعيني نفسي او جاء بسلاسة هيقام على الجميع حد قصفي الا ان يأتي يشهد اربعة على هذه المرأة. لو لو لم يشهد يبقى لان يقام عليه حد زناء حد 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 حيقام على على سلاسة. لا يعني هو الشهد لوقتي وفد الشهادة او كتمها او كده. كده يأسم لكون حد من يكته الشهادة. اه 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 اذا كان المسألة تعلقت بحكم حاكم يبقى هو وطلب من الحاكم من الشهادة وامتنع من الشهادة يبقى يكون كاتما للشهادة. خلاص حيقام على الجميع حيقام عليهم هم حد قصف. اتنين شهود مثلا هو التالي يشهد ما هو. لو شهد لو شهد هو هيقام على السلاسة حد حد قصف. لان في هذه حالة ايبازا في حالة لا يشهد لما يكون هناك اربعة شهود. لانه اذا لم يكون هناك اربعة فهؤلاء في حكم الله يكاذبون. يعني لو انا رجلا قال انا انا رأيت فلان دخلت في بيت فلان. لو قال ذلك ولم يكن عنده بينا. يبحيوش لده احد يعد قصف. مباشرة. المسألة دي محسومة. اذا في حق في حق الاجانب اللعان لا يكون هناك في حق الاجانب. اللعان فقط في حق الزوجين. والسبب نزول اية اللعان. ان النبي اسلام سئل. يعني سأله بعض اصحابه. ايجدوا احدنا مع اضطراجا ويجعوا يبحث لها. يبحث عن شهود ام ماذا يفعل. فنزل قول الله جل وعلا. والذين يأمون ازواجهم. والذين يأمون ازواجهم. ولم يكن لهم شهداء. الا انفسهم فشهدت احدهم اربع شهدات بالله. انه لمن الصدقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. واضرعنا العذاب ان تشهد اربع شهدات بله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان ان غضب الله عليها ان كان من الكاذبين. فسبب اللعان هو ان يقذف زوج. طيب. فاذا اذا اذا سبب مشروعية اللعان هو ان ان يقذف الزوج وزوجاته بالزنة وليس لكه شهود. فحين ازا نحن نجح الى مسئلة اللعان. طب لو نكل الزوج عن اللعان. يبا حيان يقوم الى حد حد قصف. طب لو لا عن الزوج وزوجة لعنت. يبقى خلاص يبقى ايه 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 انا في هذه حد قامت هذه. يبقى حيفرق بين بين الطفل. لا ولا ولن يقوم حد قصف على الزوج. ولا حد الزينة على على المرأة. وهياكل الامر لله سبحانه وتعالى. لان النبي سلامه الله وسلامه عليه. لم وقصص اللي عنه وقعت في عدن المسلم والنواء. لا ولا انتقى. وقعت. وقعت لبعض اصحابي رضي الله عنهم جميعا. فقذف هلال ابن عمية زوجته. وعو ويمر العجلان كذلك قذف زوجته. يعني حدثت هذه القصص في عدن المسلم. ولا عن النبي سلام بين 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 الطرفين. نعم. وفي قصة يعني هلال ابن عمية. امراء ابن عمية قال ان جاءت به كذا وكذا على صفتي. على الصفة التي كان لبسلم فهو لهلال. وان جاءت به على صفتي كذا وكذا. فهو للتي رمي بها. فهو للذي فهو فهو للذي يعني 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 رميت به. نعم. وجاءت به على الصفة المخالفة. فقال لبسلم لو لا الايمان التي حلفتها لكان لي ولها شب. اذا الايمان بتضرأ حد الزين عن الايمان تضرأ حد القصف عن الزوج ويدرأ حد الزين عن عن المرأة. اذا علمنا السبب اللي عنه. دليل مشروعية اللي عنه الكتاب. والسنة كذلك. وعلمنا ايات الكتاب. وعلمنا حديث سهل 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 ابن سعد رضي الله عنه. نعم لما جاء رجل من الانصار فقال فيقتلوا اما ذا فانزل الله جل وعلا في شأنه ما انزل. ولذلك سعد رضي الله عنه لما سعد ابن عباد رضي الله عنه لما سهل نفسنا يقول يعني يجد وحدنا مع مرأة رجلا ويذهب يأتي لها بشهود. والله لأضربنه بالسيف ضرب يعني ولأضربنه بالسيف غير مصفح. يعني يعني غير مصفح. يعني حيضربه بحد السيف. يعني قتل. ها? ليس. يا بعرض. قال لأضربنه بالسيف غير مصفح. فاني بسأل قال اتعجبون من غيرة سعد رضي الله عنه. فوالله اني اللي اغير من السعد والله تعالى اغير مني. والحد يثابت في الصحيح. اذا اللعان ثابت مشروعية الدعاء. اللعان ثابتة به بالكتاب وبالسنة. وفهمنا ان اللعان اللي هي الايمان الموثقة. طب كيف يلعن? هيقول الزوج اشهد بالله. اني لصادق فيما رميتها بي من الزنا اربع مرات. ويأتي في الخامسة يضيف علي ايه? وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. وهي كذلك تقول اشهد بالله انه لكاذب فيما رمان به من الزنا. وتأتي في الخامسة تضيف. وان غضب الله عليه ان كان من الصادقين. والحاكم او القاضي. واللي عنده مشروع في الشيعة. نعم. والمحاكم والمفروض ان المحاكم القصية تأخذ بهذا. ده ده حكم شرعي. بس انت تعرف ان الزنا اصلا غير مجهور من ده. في القوانين الوضيع صلى الله السلامة والعافية. وهذه كل احكام الجاهلية. واحكم تغطية تخالف احكام الله سبحانه وتعالى. نعم. اذا حكم الجاهلية يمعونه من احسنوا من الله حكما لخوم ينقنون. وكان عندهم عقول. لكن كثير من الناس لا يعقلون. فيتحكمون الى احكام الجاهلية. فهنا اه 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 مسألة اه 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 اللعان هنا. الاربعة ايمان من الزوج قامت مقام ايه? قامت مقام مقام الاربعة شهود. طب لماذا خص الله عز وجل للزوج المسألة? وان لعنة الله عليه كان من كاتبين. ولم يقل في حق المرأة. ذلك. الغضب. ويوم هشد. لا. لا. لا مش غضب. لا. اللعنة الطرد. اه في اشياء يغضب الله سبحانه وتعالى لك اللي قد لا تغطب عليها. طرده. نعم. في اليهود مغضوب عليهم وما العنون. يعني اجتمع في حقهم الغضب واللعن. جاء في حق الزوجة التشديد ليه? لان الاصل في الزوج ان المسألة دي شديدة جدا. مسألة دي شديدة جدا هو انه وان الزوج يعني المفترض فيه ان هو ايه? ان هو يحافظ على زوجه. فلما يأتي التالفية من قبل الزوج يبح يناسب ايه? يناسبه ايه? التشديد. يزلك جاء التشديد. لكن المرأة ممكن ضعفت. ضعفت عن حد. او 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 خافت من ان تلحق العارب. هي باهلها. فلذلك جاء وان غضب الله عليها. والخامسة وادرعان العذاب ان ان شاء الله عشانات بالله. انه من الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الكاذبين. ازان المسألة هنا جاء التشديد في حق الزوج لان المفترض في الزوج ان هو ان هو يحافظ على عرضه. اما عندما تأتي الفية منه في ناسبه ايه? في ناسبه اللعن. الطرد والابعاد من رحمة الله. ولذلك الحاكم يأتي في الخامسة يزكر او القاضي يزكر كل من الزوج والزوجة. وزكرهم بالله كما فعلنا في صلى الله. قبل ان يحلف الخامسة. فذكرهم بالله. وان عزب الله عز وجل اشد من عزب الدنيا. وان عزب الدنيا اهوان. مهما كان عزب الدنيا فهو اين? نعم. فيعرض هنا القاضي او الحاكم يعرض اه كل من المتلعينين قبل الخامسة. طب لو حلف بالاربع ونكل عن الخامسة. هيقوم علي حد قصف مشهود. وهي كذلك. لو حلفت اربعة ونكلت عن الخامسة لان لابد من الخمسة. فلو نكلت عن خمسة. هي بحين اذن. هيقوم عليها مباشرة حد الزنا. ولو لم تقوم بالزنا. لان نقولها مع ايمان زوجها قارنة طوية على انها اتكبت هذه الجريمة. نعم. في مسألة الشهود تقوم الامرأتين لمقام رجل? لا هذا في في مسألة المال. في فقط مقام شهادة امرأتين بشهادة رجل عند جميع العلم فقط في الامور المالية. اما في مثل هذه الاشياء لا. فقط في الامور المالية الشهادة على الامور المالية. اما في مثل هذه الاشياء لابد من اربعة شهداء. نعم. هو هو اطلاق الشرع ان يكون اربع رجال يشهدون على ذلك. اربع شهداء يعني يشهدون على 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 هذا. واحنا وانا فصلت لكم الكلام في ذلك انه 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 لو حلف لو جاء بسلاسة. لو لو شهدوا. يبقى ولم يشهدوا الرابع يبقى حيقام على الجميع حيقام على السلاسة. حد القصف. اللي يضع العذاب فقط عن اللي يرفع حد القصف. اما اربعة شهداء في حق الاجنبي. او اربعة ايمان مغلظة في حق الزوج والخامسة. ان لعنة الله عليه يشهد بالله. ان لعنة الله عليه ان كان من من الجاذبين. خلاف هذا. فحيثبت لمن قال لمن رمى المرأة بالزنة حد القصف. الاجنبي لو اما مرأة قال هذه زينية. وانا اسأل الله السلام والعافية. في ناس بدأ تسأل مثل هذه الالفاظ. الناس وناس مجهمون فسقة. فجرة. فلما يسبوا واحد يسبوا بذلك. وهذا يثبت في حد يعد القصف. اذا لم اذا لم يقم عليه اذا لم يقم عليه الحد في الدنيا فيقام عليه عند ياند الله سبحانه وتعالى. الحدود دي الحدود دي تلك حدود الله. يعني حدود اوامر فواصل بين الحلال وبين الحرارة. طبعا الفسقة والفجرة لا يبالون بما بما تكون. وكما قلنا مسلم ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهو بيا فيه جهنم سبينا خيفة. نعم. الحدود الحد في الدنيا مخفف لعزاب الأخيرة والمعادل. الحدود يمنع الحدود جوابر وزواجه. جوابر لان النبي السلام يقول لحديث عبادة بن الصامت فمن اصاب من ذلك شيئا. فعقب بيه في الدنيا فهو كفارة الله. ومن اصاب من ذلك شيئا ولا ما عقب في الدنيا فهو الى الله. ان شاء عزبه. ان شاء عفاء. عزيث عبادة بن الصامت رضي الله عنه اهل اهل السنن. نعم. لعن معناه ان في فلان في لعن. يعني لعن اه يعني هو يعني معنى لعن يعني يعني دعا باللعن. ما هو بيدعى نفسه. فلذلك سمي لعانا. نعم. ولو ويعني يعني 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 اقتضى ايه? اقتضى وجود ايه? وجود طوفين في ذلك. وهو لعن او او لعنته فلانا كلا هما دعاء به? دعاء باللعن. سواء على نفسه في لعن او 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 على غيري. يعني ليس هناك اه فروق كبير بين اللفظة طيب. في ايه في ذلك. فاللعن هو مصدر لعن. لانك لان الزوج بيدعو على نفسه باللعن. والزوجة كذلك تدعو على نفسها. هي بالغطاب. واتفقنا على ان اللعن مصدر من مصادر من زوجها. ولكن اطلق هنا مع ان اللعن فقط من من طرف الزوج من باب ايه? بتغليب. الحكمة من مشروعية اللعن فاهمنا الحكمة من مشروعية اللعن. لماذا? لان هنا هو قد يعني لال لا يلحق الزوج اه يعني اه يعني اه يعني اه العن يمسوا. ولالا ينسب له ما ليس منهم. فيلعن. ولو لعن على ولد بعينه. نعم. فان هذا الولد لا ينسب له. نعم. ولو لعنها وهي حامل. وهي وهي حبلة. نعم. وتم اللعن على ذلك فان هذا الولد لا ينسب له. وانه هو انه ينسب لأمه. لان النبي السلامة لما لعن بين الطرفين هلال ومواطئ وكلهما شهد الشهادات الايمان بالايمان نعم. في النبي السلامة فرق بينهما. والتفيق هنا كما سيأتي الفرقة هنا ايه? ابدي. اذا الحكم هنا ان ان لال لا يلحق الزوج العرب هي بزناه? او لال لا تدخل عليه ما ليس منه? تدخل على عرضه او نسبه ما ليس منه. نعم? وهو كذلك لا لا يمكنه اقامة البيينة في الغالب. ولذلك اللعن لا يكون الا في حق الزوجي. لا يكون ابدا اللعن في حق اجنبيه مع اجنبيه. مع اجنبيه مع اجنبيه. بل يسأله الا فاذ لم يأتوا بالشهداء الاربع اي اي بالاربع فالك عند الله هم هم الكاذبون. وكذلك هي كذلك هي يعني اه قد يعني درعا قد يكون الزوج فاجرا مسلا فاسقا فيلميها ولا يبالي بالايمان. في ماذا فجعل الله جل وعلا لها ايام خرجة ان مسألة هي مسألة شديدة. مسألة فيها رجل. ماذا اذا في حد اه يعني حد الزاني المحصن سواء كان من الزوجة او من الزوجة هو هو الرجل فقد يكون الزوجه فاسقا فاجرا. اما مرعته ولا يبالي بهذه الايمان فجعل الله مخرجا. هذا التشريع عظيم من الله سبحانه وتعالى. وانت تلمس دائما في تشريعات الله يعني تشريعات الله يعني ما تتميز به. انها دائما تربط العبد بالله سبحانه وتعالى. وتربطه بمراقبة الله جدعا وتخوفه بالله عز وجل. فلما هي جاد بالله هنا الاحكام بتربط المسلم والمسلمة برب العالمين. ويعني مراقبة رب العالمين والخوف منه. بخلاف الاحكام الوضعية. لا على فضلها. ان احكام اصلا لبيئات كافرة. سواء القانون الفرنسي او 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 الاحكام دي تناسب البيئات التي لانها اولا من صنع الافراد والافراد الفرض هو ابنه بيئاتي. فاذا كان ولذلك يعني لما قال لما لما لم يجرم الزنا. لانه هو زنا مجرم عند عند هؤلاء عند عند الغرب. هؤلاء يزنون كما كما يأكلون ويشربون. الزنا منه قومات مجتمعهم. فلذلك لم يعني لم لم يجرموه. لكن احنا لكن انا نحن المسلمين. عند عندنا تشريعهم يمين الله سبحانه وتعالى. كيف نلطيع هؤلاء في تشريعاتهم الباطلة هذه. ونترك تشريع احكم الحاكمين. الا يعلموا من خلق. وهو لطيف الخبير سبحانه وتعالى. والله المسألة هنا. المسألة هنا. يعني تكلم فيها العلماء. اذا كانت اصلا المرأسة يعني ليس من عدتها فعل ذلك مثلا. وهي يعني لا سيما اذا كانت الاستفع عليها. ولا يشارط ان انه انه طلق فيها في هذه الحالة. لان المرأة اصلا معلوم عنها الصلاح. وليس معلوم عنها الفساد. متى يكون ديوثا? اذا كانت المرأة هي مجيمة اصلا. مجيمة وهذا ليس بعيدا عنها. يعني اذا كانت مثلا لا ترد يادا لامس. يبقى هي مجيمة. وامسكها. يبقى اللي هيمسكها. من يمسكها على هذه الحالة؟ ديوث. يعني الديوث كما قال النبي عليه الصلاح الذي يقضه الخبسة في اهله. صلى الله عليه وسلم. السلامة والعافية. الاعلام الان المجيم ده. بيقنن الدياسة في البيوت. وينشأ افلام وتمسيليات. افلاما وتمسيليات. لتسهيل مسألة الخيانة. وحكايات والحوارش. الجوارات الحوارش ديها جوز قواتها. مثل هذه المجلات التي تختص بالحوادث تصر فيها الحوادث بطريقة تقنن الفحشة في الناس. وتدعو الناس والله العظيم الى فعال الفوحش. فمثل هذا لا يجوز قواتها ولا شراءه ابدا. فينتبه لمشه ذلك. ان هذا يعني لان الله جل وعلا يقول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا. لهم عذاب اديم في الدنيا والاقرى. والله يعلم يعلمه. وانتم لا تعلموا. فالمسألة مسألة شديدة. فمثل هذه الاشياء بعض الناس بيتسهل بقرائط. مثل هذه الامور لا الكلام ده خطأ. في في محظور شرعي. في محظور شرعي لان مثل هذه الامور بتصار بطريقة. اثارة. للفوحش. وكذلك تقنين لها بين بين الناس. حتى تصبح الفوحش هي القانون. لاتمثلك. اه ايه المسألة الخيانة الزوجية. ما هو ممكن يكون. وهي كما. هؤلاء ابلسة. شياطين. مجهمون. فسقة. فجرة. فهو كذلك الفاسق او الفاسقة او الفاجر او الفاجرة. هو يحب الناس كلها تكون مثله. فلذلك يقننون ايه مسألة الفواحش في الناس. ومثل هذا هو يعني دور الاعلام الفاجر والمجهم. وهؤلاء لهم نصيب كبير من قوله تعالى. ان الذين يحبون ان تشيع الفعجته. فهؤلاء يشيعون الفعجة في المؤمنين. هذه التمسيليات وهذه الافلام وهذه الحكايات وهذه المجلات وهذه الجرائد المجرمة. الاسمة التي التي تكتب بها الحوارس بطريقة تحض الناس على الفجور وتحض الناس على المجوم. على كل حال احنا علمنا المشروعية اللعان معلمنا الحكمة من اللعان. وانه قد يصعب على الزوج الاتيان باربعات اي شؤود. وكيف يأتي يذهب ويأتي باربعات شؤود ويأتي باربعاته على هذه الحالة. صلى الله والسلامة. ولا صلى الله لنا ولكم السلامة والعافية. ولذلك البلاء موكله بالقول. فالصحابي الذي يبتلي بذلك هو تكلم قبل ان يحدث هذا. فالتعلم دايما يعني فالقل رجل مع موأة رجلا ايقتله ام ماذا يفعل لو قتله قتلتموه بإعياب دمه. ولو تركه تركه على الشر وعلى. فأصيب فافضل يا بذلك. فديما تتحرز بين المقال. الكلام دايما البلاء موكل بالمنطق. فكلام يكون محسوبا ودقيقا. ولا تسأل عن اشياء لم تقع لك. يا ايوه الذين ملت لها تسألوا عن اشياء انتو بدلكم. تسألوا وانت تسألوا عن احين نصدقوا انتو بدلكم. عفو الله واحدة. المسألة الثانية هي شروط اللي عنه. شروط وكلفت والشروط وجمع شرط. والشرط هو ما يلزم من عدمه. العدم. ولا يلزم من وجوده الوجود. الشرط اللغة بمعنى العلامة. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتت فقد جاء اشروطها. يعني علاماتها واماراتها. اذن اه اه مسألة شروط اللغة وكيفيته. طبعا اه في مسألة اللي في المسألة التي سألت سأل البعض عنها. انه انه هل يجب عليه اللغة? يعني هل يجب على الزوجة? انه يعني لو اه يسأل الله صلى الله عليه وسلم عن فيها لو اه زوجاتها وتفعلها. احنا اتفقنا على اللعن عند اهل اهل العلم يقولون اللعنه لا يجب الا بالحمل. اللعنه لا يجب الا بالحمل من الزنا. اما مكان دون الحمل فسته يكون ايه? او لا. لا سيما زكرة المرأة. زكرة المرأة اه يعني ليس من اه هذا يعني من طبيعته. لذلك لا لا يجب اللعن الا الا بالحمل لان لا يفسد في رشوه. ولألا يلتحق به ما ليس منه. طيب اه احنا لابد نعلم حديث النبي عليه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا? يعني اذا لم يحدث يعاني. يعني واحد اه يعني اتهم زوجته. ولم وليس طلعه بينا. يعني ولم يلعن حيقام عليه حد ايه? حد قصف. لكن ولد ينسب له ولا 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 ينسب له? ينسب له. لان النبي السلام يقول الولد للفراش وللعاهر الحجاب. الولد للفراش يعني يعني الولد ينسب لمن ولد على فراش. هذا معنى الولد للفراش. الا اذا كان هناك لعانا. فلولاعا يبقى هنا لا ينتسب الولد له. لكن للاصل ان الولد ايه? للفراش وللعاهر الحجاب يعني ايه? اي ان الزنا لا تخبط بيه احكام شرعية. ولا يلحق النسب. يعني الزاني هنا هل معنى لو قذف امرأته? ويقيم عليه احد الزنا? هل الولد ده هزا? هينتسب للزاني? لا. هينتسب لامة. هينتسب لامة. لكن لا ينسب لزاني لان الزنا الزنا جريمة. لا يتعطب عليه احكام شرعية. مش هينسب الولد. لا. هينسب الولد لامة. للنبي السلام يقول لها الولد والفراش ولعاهر الحجاب. والنبي عليه السلام قضى بهذا في ولد زمعة. زمعة لو والد سودة. ام المؤمنين رضي الله عنه. نعم. فسودة فزمعة نعم. ولد على فراشه. وكان هايزاك في الجاهلية. نعم. ولد على فراشه ولد. والولد ده كان من الزنا. الكلام ده كان عندهم هما في اياه في الجاهلية. فالنبي السلام لما سؤل عن هذه الحادثة قال ايه? الولد ايه? الولد وللفراش. وللعاهر. واحتجي بمنه يا سودة. احنا ممن نفهم الحديث. الولد للفراش. الولد ينسب لفراش ينسب لصاحب الفراش الذي يولد عليه. بالولد اللي في زواج. يبقى حينسب لولد. طالما ازا اللي ما يكن هناك لعانا. نعم. يبقى حينسب لولد. الولد لا محالة. وللعاهر الحاجة ان الزنا ليسوا في حكام الشرعية. ولكن ان مسلم اما سودة بليه? بالاحتياط. هو اخوها. ان مسلم قضى بالولد لعبد ابن زمعة. لان عبد ابن زمعة اختصم هو وسعد ابنها بيوقص. سعد اخوه كان جاهليا فقال له ان الولد من من امرأة زمعة هو ولدي. كان جاهليا مات كافرا. فسعد جاء يخاصم في الولد. وجاء عبد ابن زمعة. اخو سودة يخاصم فيه? يخاصم فيه. يقول ولد على فراش ابي. فهو اخو. فحكم النبي اسلام بينهما بايه? الولد الفراش. وللعاهر اللي هو اخو سعدة الحاجة. السودة مات خلاص. مات. الرجل كان كان جافيرا. نعم? واحتجي بمنه يا سودة. وامر سودة رضي الله عنها بالاحتياط. لان هذا حكم شرعي. الولد للفراش. ولعاهر. ولكن قد يكون فعلا من الزنة في نفسنا امر زوجة بليه? اما سودة رضي الله عنها به? بالاحتياط انها تحتاج منه. تحتاج منه انه قد يكون. لكن هو في هو في الشرعي اخوها. وهذا لا يمنع الاحتياط. وهذا لا يمنع الاحتياط. لان ما عنديش وقت. ان يكون بين بين زوجين يعني مكلفين بالغين عن كلين. اذا اللعان ليكون فقط الا من الزوجين. وبالغين عن. خرج بالبالغين ايه? الصغير. لا يصح اللعان على الصغير. لان كيف تهم الصغير? لا يخبط فيه حقها الزن. لذلك قال ان يكون بين زوجين مكلفين. ها? معنى مكلفين بالغين عن كلين. لان هو لو كان مجنون هو لو كان غير بالغين بكلام ولا يعتد به. ولو كان يعني صغير. لبالغين لا يتبط عليها ذلك. لبالغين لا يتم اللعان الا في عهلة زوجين. طب خرج بالزوجين ايه? الاجنبية ايه? خرج بالزوجين ايه? الاجنبية لازم فيما اللعان. فقط اللعان يقول فقط بين الزوجين بالغين عاقلين. لقوله تعالى والذين يمونه ازواجهم ازواجنا عموم. سواء تكتبها ذي. سواء قبل الدخول او او بعد. لعموم قوله تعالى. ها? يعني سواء لا عنها سواء وماها قبل الدخول بها او بعد الدخول بها. لعموم قوله تعالى والذين يمونه ازواجهم ازواج هنا جمع مضاف. بس يختموا قبل يشمل الزوجة المدخول بها. وغيره وغيره المدخول بها. فان كان بين اجنبيين فلا لعان. وانما فاذا لم يعني فالبينة. النبي صلى الله لما جاء الرجل قال البينة وإلا الحد في صحيح. يبقى البينة في حالة في حالة الاجنب. يعني رجل اجنبي رمى مرأة اخرى. اجنبية يعني ليست زوجته. يبقى في هذه الحالة. عليه اربع شهداء. فاذا لم اأتي بالشهداء يبقى يقوم لحد القصف. نعم? في هذه الحالة. طب لو لو اقرت المرأة بالزنا يقوم لحد. لان اللي 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 هو سيد ايه? تعرف المرأة يعني لو ان رجلا ادعى على مرأة زنا. ولم يأتي باربعة شهد. لكن المرأة قررت. يبقى خلاص. يبقى يبقى لان يقوم عليها حد قصف. لكن لو 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 لم تقرر المرأة عليه. يبقى حيقوم عليه حد قصفه إلا ازا لم يأتي باربعة شهد من الشهود يقوم عليها حد قصف. وشوي على العان في حق الزوج نعم. ويا دون. تبقى لماذا شوي على العان في حق الزوجة يا دون غيره? لانه لا يمكن ابدا ان 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 يدعي في غالب احوال الناس. ان يدعي الزوج على اما على نفسه. لان في عارة حيعقه بذلك. ليمكن يدعي هذا على على مرأة إلا 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 إذا كان صادق. بخلاف الاجنبي. الاجنبي ممكن يدعي. لكن الزوج والزوجة يبقى زيك ثبت اللي عان في حق الزوجين دون غير ما. لان الزوجة لا يمكن ان يقول هذا إلا هو متأكد على هذا. إلا هو متأكد. وعلى هذا لو قذف اجنبيون ومرأة. فلم يأتي ببعض شوهداء. فقم يعني. طب لو اقرت المرأة. اقيم عليها الحد. الثاني من من شروط العن ان يكون ان ان يقذف الرجل ومرأته بالزنة. يعني بصريح لفظ الزنة. يقول لا هي زانية. او رأيتوك تزنين. او زنيتي كذا يعني يكون هناك صريح اللفظ. اما لو غاماها بالفاظ من الفاظ الكينية. لم يقم عليه حد القصف. وكذلك لا يصح الا عن في هذه الحالة. لابد يكون بصريح لفظ لفظ الزنة. يعني لو كان رأيتوها مع مع يا مع رجل. او او اي رفظ مثلا من الفاظ التي ليست صريحة. يبقى يبقى لا صحيح اللعان. اللعان هيقوم فقط عند التصريح عند غمي المرأة بصريح اللفظ بالزنة. الثالث ان تكذب المرأة الرجل في قصف هذا. لانها لو اقرت يبقى ليس انك اللعان. يبقى يقوم عليه حد زنة. هو الرجل بالنسبة للزنة المعصر. نعم. والاحصان بالنسبة كما سيأتي في الحدود. الاحصان هو كل من سبك له وطء في نكاح صحيح. يعني حتى لو كانت المرأة مطلقة. فهي سبق لها وطء في نكاحة. وحتى لو كان رجل طلق مرأته. فهو كذلك محصن. يبقى الاحصان معناه كل من سبق له وطء في نكاح صحيح. والشرط الثالثة حتى يكون هناك العان ان تكذب رجل المرأة. ما ممكن المرأة او يضرع عنها العذاب. لو 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 ردت شهاد ايمانه بايمان اخرى. يبقى لم يكن هناك. لم لم يقم. لم يقم عليها لحد. ان تكذب المرأة الرجل في قرص فيها. ويستمر تكذبها له الى انقضاء العام. الرابع ان يتم اللي يعانه بحكم حاكم. يعني لا يكون بين مباشرة كده بين الزوج وزوجاته. لا. نابد يكون الحاكم واللي يحكم او من ينوب منابي الحاكم والقاضي. المجالسة العرفية. ها? الحاجات دي دايما بتحصل في المجالسة العرفية او في الكرة. لا لا لابد يكون هذا بين يكون هناك الحاكم او من ينوب مكان الحاكم وهو القاضي. هذه الشروط الاربع هي التي يصح بها اللي يعاني. ان يكون بين زوجين بالغينين. يعني مكلفين عاقلين. فاذا كان سواء قبل الدخول او بعد الدخول. فلو كان بين اجنبية اجنبية لم لم يصح اللي يعاني. ان يكون ان يومي الزوج وزوجاته بصريح اللفظ ان يقذب الرجل المرأة بصريح اللفظ من ايه? بصريح لفظ الزينة. فلو كان فلو 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 رمها بلفظ ليس صحيحا لم يصح اللي يعاني. الثالث ان تكذب المرأة الرجل في قصفه هذا. ويستمر تكذبوها الى انقضاء اللي يعاني. يبقى يبقى صح اللي يعاني. لانها لو اقضت او نكلت خلاص صباح يقام عليها حد. الرابع ان يكون هذا بحكمه. الحاكم او من ينوب مناب الحاكم. كيفية اللي يعاني صفته? صفة اللي يعاني ان يقول ايه? امن الزوج يقول اشهد بالله. ولابد ان يأتي بذلك. لان الله جل وعلي يقول لابد ان يأتي بلفظ الشهادة. فلو جاء بلفظ غير لفظ الشهادة لم يصح. لو قال احلف بالله لا. لقول لان الله جل وعلم فشهادة واحدين. اربعوش فشهادة واحدين. ببقى لا اسمها شهادة. لان الشهادة فيها تحريج. وفي ذلك اللي يسألون قال الا الا وشهادة الزوء. الا وشهادة الزوء. لما سأل عن اكبر الكبائر. نعم? فلذلك لابد ان يكون بلفظ الشهادة. صفة اللي يعاني كما ذكرنا انه لابد من الاتين بلفظ الشهادة. لان الله جل وعلي يقول لان الله جل وعلي امر امر بذلك. ولذين يعمون ازواجهم ولم يكن لهم شهاداء الا انفسهم. فشهادة احدهم اربع شهادات بالله. انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه. واشهد في الخامسة. يقول اشهد بالله. اني لصادق فيما وميتها به من الزنا. وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. وكذلك المرأة كذلك. لابد من الاتيان بهذه الالفاظ. فلو جاءت بالفاظ اخرى خلاف هذه الافاظ لم يصح اللعنة. ودروعونها العزاب ان تشهد اربعة شهادات بله تقول اشهد بالله. انه لكاذب فيما رمان به من الزنا. اه يعني اربع مرات. كل مرة تقول ذلك. ده مش مش اربعهم يعني كل مرة تقول اشهد بالله. انه لكاذب والثالثة كذلك. والرابعة كذلك. اه. والخامسة اشهد بالله انه لكاذب عن من الزنا. وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. لابد من الاتيان بهذه الالفاظ. فهذه هي الالفاظ التي هذه الصفة اللعن الصحيحة. فاذا وقع اللعن على هذه الصفة فهو لأ. فحين يزن يفرق بين الزوجين. ولا ينسب الولد الذي تم اللعن فيه. لا ينسب الولد لهبيه وانما ينسب ايه? ينزن الى امه. اما اذا لم يكن هناك لعن فالاصل هو نسبة الولد الى? الى الفراش الذي يولد عليه. ولذلك المسألة الثالثة الاحكام المترطبة على على اللعن. اذا اذا اتم اللعن فانه يترطب عليه ما ياتي. سقوط حد القصف عن الزوج. معنى اللعن قام لان قسموا بالله اربع شهادته بالله اربع شهادات قامت مقام ايه? مقام الشهود الاربع. نعم. يعني كذلك يعني اه 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 سبوط الفرقة بين الزوجين. والفرقة بينهما هيكون هناك الحنب بينهما ابديا. يعني لا تحل له ابدا. اذا تم اللعن بين زوجين. نعم. وتم اللعن على هذه الصفة. يبقى اسقط حد قصف عن الزوج. لان ايه من قامت مقام الشهود. الثاني انه حيفرق بينهما وتكون الحرمة ان تحيما ابديا. يعني ليس لو ان يرجع يوما ما. نعم. وقال ولو لم يفرق الحاكم بينهم. حتى ولو لم يقل الحاكم بالتفريق. ولو هنا اشارة خلاف. اه ان البعض يقول انه انه لابد من ان يفرق الحاكم. فاذا لم يفرق الحاكم يبقى لا يبقى لم يثبت فرقة بينهم الصيح هو ثبوت الفرقة. بينهما بمجرد الانتهاء من من اي اه من اللعان. ينتفي عنه ناس بولدها. الولد اللي هو اللي هو لاعن عليه. اللي انه ده ليس ابنه. ورماها به. ورماها بالزنة هي بالسببه. ينتفي عنه ناس بولدها ويلتحق بالزوجة. مش هيقول حق بها بالزاني. نا وانما حيلتحق بمن? بالزوجة لان الزنة لا تشبط به احكام. لا 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 نسب ولا غيوة. لا نسب ولا غيوة. ويتطلب نفي الولد ذكره صراحة في اللعان. انه لو عايز ينفي الولد ده. ما هو ممكن تكون ولده منها. بس هي زنت. فنفي الولد يتطلب ذكره. انه انه شراحة في اللعان يقول ان هذا الولد ليس مني. فاذا لعن على هذا وزكره ونفى الولد نفى آآ انتسب الولد له في لعانه لم ينسب له الولد. قال قوله اشهد بالله اني اني لمن الصادقين فيما رميتوها به من الزنة وما هذا بولدي. يبقى لو دخل اللعان لو دخل الولد ونفى الولد في لعانه لا ينتسب كذلك له الولد وانما ينسب الولد الى امه. الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي الحديث يمتفقون عليه ان النبي السلام لعن بين رجل وما واتيه ففرق بينهما والحق الولد بالمرأة. الرابع وجوب حد الزنة على هذه المرأة. لو لو اقسم بالله. الا ان تلعن هي هي ايضا. فتشهدوا ويضرب عنها حين ازن انتبق ايا قولها لو يضرب عنها العزارة ويضرب عنها العزارة ان تشهد اربعة شهادات بالله انه لمن كاذبين. ما تحل فيها كانوا اشهد بالله اني اني لكاذب فيما رماني به من الزنة. اربعة مرات الخامسة تشهد نفس هذه الكلمات وتقول ان رضب الله عليها ان كان من الصادقين. لو نكلت على الايمان نكلت يعني ان نقول في اللغة بمعنى الوجوع. ها بيقول في ايه بيقول الا ان تلعن هي ايضا. فان نقولها عن الايمان. ايمان مع ايمانه بيينة قوية توجب اقامة الحد عليها. الحمد لله رب العلمان. وصلى الله وسلم افاوك عبد الوأسوة المنصة. المناكل هو اربعه. ليش خمس. اين? المحلف اربعه. وخمس رجعه. خلاص. هايقوم عليها حد. هيتم الفرح? مجنوه? لا. ما فيش لعان. وهو هيقوم عليها حد قصف. لم يتم اللعان. الفرقة تثبت اذا تم اللعان. اذا تم اللعانه من قبل الرجل ونكلت المرأة ثبتت الفرقة. اذا تم اللعان اللعان من الرجل اللعان هنا محتاج لفرقة. ليه؟ لأنه هيقام على المرأة حد عد الزين. يعني نكول المرأة مباشرة هيقده الى اقامة نكون الرجل بعد اربعة شهاداته ونكل عن الخامسة مباشرة يبقى ليس هناك لعان. ما ليس هناك. الفرق تثبت اذا لعن الرجل مرأتها. لعنها وهي رضت لعانه. نعم فحين ازل ثابت حين ازل فرق بينهن. بس لعن بينهما. وفرق بينهما. والحق الولد بامه. ولم يقول بابيه. لا فقط اللعان فقط فقط. مالوش حاجة اسمها اللعان في الصيحة. اللعان فقط فيما انزله الله سبحانه وتعالى. في سبب اللي الذي نزل فيه. وهو رمي رجل زوجته بصريح الزنا. ولم يكن عنده شهود. لو كان عنده شهود اربعين. ما لا يعتش الى 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 لو سيقوم عليه هيا حد. لو سيقوم عليه هيا حد. طيب. الزني ما سوفي اي حد عليه ولا? الزني. الزني. الزني ما سوفي. ده مضوع اخر بقى ده بقى الحاكم بقى حياكم هيجيب. هو بقى ده اللي هو اقارب اللي اقارب عليه. فاذا كان اه طب انتبه هنا في مسألة فهنا في حالة دي هيقوم عليه حد. سواء كان بكرا هيقوم عليه حد البكرة. طب لو لو لعن زوجاتها قبل قبل الدخول. وهي وهي ما زالت بكرا. يبقى لو هناك اللي تعاني عن الايمان. اه. لو هناك تعني ما هيقوم عليه حد الزنا اللي هو ايه? مئة جلدة. فقط. لانه لم يدخل بها. لانها 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 لم اه هي لانها بك. لم توطأ في في نكاحا صحيح. طب بروض حدق قلت اه الولد لو تسمي في اللعن بيخرج من ابوه الحد بام. مم. حتى لو هو طب افض يعني لو هو مش هو هو منه. لو هو منه. يعني ايه منه? يعني الولد ده من صوبه هو. بس هو. خلاص هينتفي لامة. هينتفي لامة طبعا حق الولد هو مش زم في. من اللي يقول ابنه ولا 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 مش ابنه. نعرف من ايه? هو الايمان الايمان سيبك حتى بعد فتر. تمام بس ممكن هو الرجل لعن على لا 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 هو لعن في ذلك. هو لعن المرأة في ذلك. هو لعنها. مم. وهو رماها بالزنا ان هي الزنا الحمد ده من الزنا. مم. فهو هو لعن على هذا خلاص. يبقى لا ينتسب له. طب العلم الحديث توصل للدين ايه? حي. العلم الحديث اللي هو داخل مع الدين في بسحيح في النور ده. هو عمل اللي عند دوت. والام عمل الدين ايه طبعا للأب? نعم. هينتفي ولا برضو? مش هينتفي. مش هينتسب له الابية. حتى برضو حتى بالتحليلات اللي هي اثبت ان هو برضو ابن. لان النبي السلام لان النبي عليه السلام قال ايه? في لما هلال ابنه من قرزة فما وقته. قال ان جاءت بيه على الصفة. على صفة كزا وكزا فهو لهلال. وان جاءت بيه على الصفة كزا وكزا فهو للذي يوميت به. وجاء بيه على الصفة المكوهة. والنبي عليه السلام لم ينسب الولد له. لان فيه لعان حصل. اللعان هذا بيوجي بالفرقة. ولو لعان على الولد دي بقى. لكن هو مصفته عند الله سبحانه وتعالى عكم مصفة كبيرة جدا. يعني هي المرأة التي حصل فيها اللعان اللي جاءت بالمرأة هنا بقى الصفات هنا قامت مقام الديني ده. مقامت مقام الحمضة الناوي. تمام? ومع ذلك كان بالسلام لم يلحق الولد بابيه. لان تم اللعان. تم اللعانه على ذلك. اللعان نفسه اذا تم. وذكر الولد فيه اللعان. وتم اللعان من كلا من الرجل والمرأة. فحين اذا حيفرق بينهما. وهينسى بالولد لامها. يعني بالسلام الحق الولد بامها. بالضبط. فاللعان هده دي احكام شرعية تثبت. اذا مسألة ان الدين اثبت او ما اثبتش اذا تم اذا لم يكن هناك لعان. فالولد مباشرة مش هنحتاج لدين ايه ولا حاجة. الولد والفراش. يعني هلما الزوجة متزوجة من فلان فولدت. فلم يكن هناك لعانا. فلم يكن هناك لعان ولا نحو ذلك. يبقى في الحالة دي الولد للفراش والعاهر الحاجة. لان نزينا كما زكاونا له يسبوط بيحكام.